احنا بعد رمضان بديين نتكلم مع بعض في حاجات تهمنا جدا نخليين حلقة النهاردة وحلقة بكرة دايما من كل اسبوع عشان نتكلم في قضيتين مهمين جدا جدا في حياتنا النهاردة عن نتكلم في البداية في بداية الخط اللي احنا بتديناه جي قال لي انا ايه اللي يخلينا اتجاوز يعني ايه اللي يخلينا اتجاوز واشيلي الهم واتعب التعب ده كله يا عم بلاها حكاية الجواز دي وخليني كده سنجل والسنجلة مش عيب يعني ايه اللي يحصل يعني لو ما تجاوزتش فطبعا الكلام عندي لان انا بحب جدا جدا ان انا ادرس الظواهر الاجتماعية الكلام ما ينفعش اتاخد كده بالسهولة او ان انا ما اوقفش كده وافكر فيه بهدوء لان على فكرة الناس بيقولوا الكلام ده واد مش بس دلوقتي الناس اللي هم عايزين يكرره الناس في الجواز ده ناس كتيرة جدا جدا متتكلم عن ده طب ايه الحكاية الحكاية ان في الحقيقة احنا حصلنا حاجة كده كنا لازم نوقف عندها لما تغيرت حياتنا وحياتنا اتطورت قوي مع صورة الاتصالات وصورة المواصلات فلما حياتنا تغيرت افتكرنا ان اهم لابنا من لابنات المجتمع ما تغيرتش ولزيك ايه اللي حاصل هتلاقي الرجالة والستات الكبار والصغيرين الأجداد والأمهات والأباء حتى المتجوزين الصغيرين كلهم بيكتموا على كلمة واحدة بس هو لو هي زوجة الزوج مش عارف يعني ايه جواز لو هو زوج زوجتي مش عارف يعني ايه جواز الايال ما بقوش عارفين يعني ايه جواز ده اطفال صغيرين واتجوزوا والكبار هو احنا اللي كنا عارفين يعني ايه جواز دول مش عارفين يعني ايه جواز فتعالوا نتكلم من الأول خالص تعالوا نبتدي من أول الحكاية مش هبتدي من كلام عن اختيار شركة الحياة ده ممكن نتعرض له وإحنا في الأثناء لكن احنا هتكلم دلوقتي على الجواز هو الجواز يعني إيه معقولة؟ آه محتاجين نناجعين عن إيه جواز وهتشوفوا مفاجأة في الجزء اللي احنا هنتكلم عن إيه في أول حلقة ده مفاجأة يارب تكون مفاجأة سر عليكم الجواز يا سيدي معنى رائع لأنه باب من أبواب السعادة الكبيرة في الحياة وفي بعض الحقيقة لازم نعرف عن الجواز لو معرفناش عن الجواز الجواز مش هيبقى دي الأهمية اللي تخلينا من أجله نعيش ونتحمل ونرضى وأكتهد وأتغاضى طول ما الجواز عندنا بالمعنى اللي احنا لازم نتخلص منه ده الجواز ما يبقاش ممكن يدفعنا إن احنا نتحمل كل الأعباء دي الجواز يا سيدة أول حقيقة عنه أن الجواز أول علاقة إنسانية حدثت على الأرض دي لأن سيدنا آدم تزوج أمنا حواء فأول علاقة كانت على الأرض دي وأول علاقة بشرية كانت علاقة إيه؟ الجواز فالجواز سبق الأمومة والأبوة سبق على الأرض دي دي هتبقى ديها أثر جداً ونحن نتكلم على الأمور التي تتعلق بالزواج الزواج هو أطول علاقة بنعيشها في حياته إنسان بيبتدي يتجاوز شاب ويفضل غايت يفضل يتجاوز معاه إلى نهاية حياته ويفضل منغمس في سعادته الزواج كمان نعمة نعمة بيذوب فيها الزوجان معاً في حالة من السكينة زي ما في قولي تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة زوبان حالة من حالة الزوبان فالزوبان ده بيشيل الحواجز اللي بينهم عشان يعبروا عن مشاعرهم في تعبير رواقي عن المحبة الطهرة الجواز بقى يا سيدي الحقيقة الرابعة هو أعمق علاقة إنسانية موجودة في حياته ليه؟ الجواز من زي ما الناس فهمها ده عبارة عن علاقة بتبوح للناس إنهم ما يكونوا عندهم علاقة خاصة يعني علاقة جنسية لا ده الجواز متعدد الجوان في جانب عاطفي وجانب اجتماعي وجانب جسدي ورابع ثقافي وخامس كمان فكري وسادس أخلاقي وديني وسابع واقعي وتامن كمان بالتكلم فيه عن المستقبل وتاسع يتعلق بأنماط الشخصية وعاشر كمان يتعلق بالتنشئة الأسرية يعني الكلام عن أسرة المنشأ اللي جي منها الزوجين ولذلك اللي بيقتصر على جانب واحد في الجواز بتفسد حياته أنا عارف وانتوا سمعيني دلوقتي بتفكروا أيوة ده فيه واحد خلق جواز بس جانب اقتصادي ده فيه حد يخلق جواز بس جانب جسدي فلابد أن يظهر بقى في علاقة الزواج كل الأبعاد دي ولو حد اقتصر على بعد واحد بس الحياة تفسد فلازم الجواز يبقى فيه حب وصداق ومومة وأبوة وحوار وتشاور ويكون حلم كمان وإسعاد ويبقى فيه فهم وتفهم وفيه تعاطف وامتنان وفيه إخلاص وحسن عشرة لكن بعض الناس متصورين أن مستغربين نحن نقول له من الجواز ده كمان دي حقيقة مهمة جدا في الجواز أوسع محراب عبادة ممكن نعبد ربنا فيه النسان يعبد ربنا في صور كتيرة من عبادة مش موجودة في الجواز وساعات موجودة في غير الجواز بس موجودة في الجواز بطعم تاني زي ايه؟ نعمد ربنا برعاية شركة الحياة كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعيات ونعمد ربنا بالمحبة والمودة العشرة والصدقة والنفقة في طاعة الله وكمان التعاون على البر والتقوى وكمان المساندة والدعم لأقرب المسلمين إليه وأطولهم عشرة معايا والعفة والورع ومكارم الأخلاق وسعة الصدر والكرم في العاطفة والعشرة والنفق والكرم بس مش بيبقى في النفقة بس في كل حاجة والحفاظ على كرمة شركة الحياة وجبر خطره وصيانة القلب من أثر العلاقات المسمومة وكمان تقوى الله في اقتصاب الرزق ومعاملة الناس كل ده هو ده معنى الزواج لكن تعال بقى نتكلم بقى عن حاجة مهمة جدا إيه بقى أنت قلتيني في الأول خالص فيه مفاجأة في الحلقة أنا الحقيقة يعني بعد ما سمعت كل الكلام ده عن الجواز ما قدرش أقول إن الجواز شركة عارفين إن الجواز بقى ملوش طعم إليه؟ عشان الجواز بقى بيزنس حتى لو قلت إن أنت مش داخل عشان تنتفع من مرتب مراتك اللي بتاخده أو حتى لو قلت إن أنا مش متجوزة على طمع بس الجواز إحنا احتلنا مفهوم الزواج بالبيزنس إزاي ده؟ لما قلنا إن الجواز شركة الجواز شركة فكل واحد داخل عشان يربح أو أنا بدخل شركة إليه؟ عشان يجيلي عائد على اللي أنا عملته هو دفع مصاريف الجواز ومنتظر عائد معين منتظر إيه العائد اللي عنده؟ العائد اللي عنده منتظر إن مراته تخليه الهيرو بتاعه البطل كلمته تبقى مسموعة يبقى عنده سلطة يمارس حياته كزوج ويبقى كده ملء السمع والبصر طيب لو ما حصلش ده مشكلة يقول لا أنا مش لعب أنا عايز أتطلع يعني هارا بيض كده من أولها؟ آه كده من أولها ليه؟ لأن إحنا معتبرين إن الجواز دي شركة وإحنا فكرة دي اتربنا عليها وكانت جياننا من الثورة الصناعية وهي لو ما لقيتش جوزها حسب توقعها تقول إيه؟ لأ أنا علي بإيه ده كله؟ أنا ليه أمرمط نفسي؟ لو جالي عيل أنا هتحول إلى سنج الماظر بس الدنيا سهلة ما توجهوش قلبي ده كله عشان إحنا فهمين إن الزواج ماله؟ إن الزواج شركة فعشان الزواج شركة يبقى الجواز جوه لازم تنافس ولازم الربحية وإيه اللي حاصل؟ والتعبير عن إن الجواز شركة ده تعبير مجازي يا جماعة مين يقلكم إن التعبير ده حقيقي؟ محدش قال لي إن هو شركة بجند ولازم إن الغرض من الاتفاق والتوافق لازم يكون معنا إن أنا حصل الربحية ده مش اتفاق بمعنى إن إحنا عملنا مع بعض الكنتراتو ولذلك أقول لكم حاجة تعرفوا إن الجواز شركة بيظهر في إن كل واحد فاهم إن الجواز شركة فيبقى إيه؟ فيبقى قائمة على حقوق والواجبات والله لن نتوجع واجع ما فيه ملوش آخر لو إن الجواز بقى مبني على حقوق والواجبات فإحنا نجيب كده قاضي يقضى على تربست السفرة ويحكم ما باللتنين بقى الجواز شركة فنعرف مين اللي أثر ومين اللي عمل لا الجواز مش شركة بالمفهوم ده الجواز شركة يعني كل واحد عنده سند وعنده مدعم وعنده حد يقف وضهره الجواز شركة يعني الجواز أمان الجواز شركة يعني الجواز يحس إن حد بيشاركه همومه بيكلمه لكن فكرة إن أنا لا أنا الجواز ده تحقق ليش النفع اللي أنا عايزه أو المصلحة اللي أنا عايزه فالتعبير عن الجواز شركة تتعبير بيسموه في اللغة كده تعبير مجازي إنما التعبير اللي بيعبر عن الزواج حقيقة هو إيه؟ إن الجواز مولود جديد أول من ندخل باب البيت أنا وزوجتي خلاص إحنا تولدنا من جديد فالجواز مولود جديد يعني بيتولد وبعدها يحتاج إلى إن إحنا نسميه ونرعاه وأول حاجة كمان محتاج إن إحنا نقطع الحبر السري نقطع الحبر السري اللي بينا وبين إيه؟ بينا وبين أسرة المنشأ يبقى دي أسرة جديدة مولود جديد ما ينفعش بأل حبر السري ممتد بينه وبين الأسر التانية فيتدخلوا على إنهم اللي بيغزوه لا ده لازم هذا المولود مولود جديد ولازم المولود كمان يترضع ولازم ننفي عنه كمان القذرات لا إحنا معنا مولود شوف الحنان والرعاية اللي بنقدمها للمولود وحشان كده إحنا بنسمي الناس في الخمس سنين الأولى حديث الزواج إيه ده؟ المصطلح ده زي إيه؟ زي حديث الولادة ولازم نعرف إن الجواز بينتقل من مرحلة إلى مرحلة فيه الطفولة الزواجية وبعد كده بعد الطفولة الزواجية يجينا كمان مرحلة تانية مرحلة المراهقة الزواجية وبعدين يبقى عندنا مرحلة الشباب وبعدين مرحلة المضج الجواز لازم نمضج فيه الجواز مش وانشط مش مرحلة واحدة بس ولذلك إيه اللي حاصل؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبين للسيدة عائشة بدأ مع السيدة عائشة بيسابق وبعد كده بقى إيه؟ بقى يتغاضى وإيه اللي حاصل؟ ويطيب خطرة السيدة عائشة تخاف إن حضرة النبي يكون نوى على طلاقة فيقول لها لما يجي حديث المزارة ويبتحكي عن إن واحد دلل شريكة حياته اللي هو أبو زرع مع أم زرع دللها بتقول فبجحني حتى تبجحت دلعني حتى حسيت بإيه؟ بالدلع فحضرة النبي يقول لها إيه؟ يقول لها على لما سمع الحديث ده لما سمع الكلامة عن الحكايات الأزواج والزوجات دي قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أطلقك لأنه إيه؟ أبو زرع در لكم أم زرع أنا مش هطلقك عايز يعمل إيه؟ يحسسها بالأمان الجواز يا سادة لازم ننضج فيه ولذلك الجواز ده حشان هو أطول مدة زمنية في حياتنا يبقى إيه اللي حاصل؟ لازم نعرف أن الجواز مش هو أحكام الفقهية الموجودة في الجواز بس لا ده الجواز الحقيقي هو اللي بيكون بيحقق قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم فالأساس فضل ولذلك أقول لكم حاجة والله لنا النهار ده باتي معكم بداية صريحة جدا أنا بتدايق من جملة أسئلة إحنا بنجاوب عليها البشايخ بيجاوبوا عليها زي أسئلة إيه؟ هو أنا علي أن أنا أخدم جوزي في البيت ولا واجب علي ولا مش واجب علي هو يجي يسألني هو واجب علي أن أنا أدفع مصاريف علاجها هو واجب علي أن أنا حجيجها ولا أدفع لها فلوس مصاريف الدراسات العليا بتاعتها هو واجب علي أن أنا أخدم أمه هو واجب علي إيه يا جماعة هو إيه اللي حكاية عارف أنت لما قال له هو إحنا من إمتى بنسأل نفسنا الأسئلة دي هو إحنا من إمتى بنعيش الزواج بها زي الطريق فكرة أن الزواج ماله أن الزواج شرك لا الجواز مش شرك الجواز مملود جديد وإنتوا كده ممكن تكونوا بتخنقوا المولود ده بتخنقوا المولود وإنتوا قاعدين لبعض وقفين لبعض على الوحدة حقي وحقك لا هي إيه فضلك وامتناني آه دي حكاية تانية بقى يبقى إحنا جاينا في الجواز إيه فضلك وامتناني أنت صاحب فضل وأنا أمتن لي هذا الفضل أنت صاحب فضل وأنا أمتن لي هذا الفضل ولذلك من واجب الوقت الآن في الجواز أليه امتنان اللي عايز يفهم الجواز الجديد أليه امتنان لما حد يربي لك ابنك ويحافظ عليك ممتن لها لممتن لها ليه بتربي له وعيله وهي بتبقى ممتن لزوجها لأنه بيوفر لها الأمان للطفل الجديد ده الجواز ده حالة تالتة غير الزوج والزوجة أكتر المعاناة اللي بنعيشها إن الزوج عايز هو يبقى محور العلاقة فيه اللي يحصل فهو دايما بيبحث عن ما يرضيه أنا عارف إن بعض الأزوج دولة يقول لي أم اللي أنت عايز نبحث عن إيه لا نبحث عن الرعاية نبحث عن السعادة في رعاية الزوجة نبحث عن السعادة في أمان الزوجة هو دوة هي دي السعادة السعادة أن تمشي بقاعدة عليك أن تسعد لكي تسعد هي دي هتحس إن إنت لك دور وهتحس إن إنت بطل لما تسعد حد مش إنك إنت تحصوا على كل اللي إنت عايزه والطرف الآخر مش حصل على حاجة وكمان الزوجة لازم الزوجة في حاجة اسمها الطاعة الجميلة يعني إيه الطاعة الجميلة؟ بتطيع زوجها مش عشان حاجة بتطيع زوجها عشان تدعم إنه يبقى بطلها هي إزاي هتبقى أصلا تحس ببطلته إذا ما كانتش في طاعة فالطاعة هنا أول ما نقول الطاعة إيه ده؟ طب ما إحنا متسويين أما الطاعة دي في المعروف الطاعة دي عشان تحس هي تقوله طب ما أنا أطاعت وما كانتش بطلي لازم نقول إن الجواز ده دايما نقول لهم كده اللي عايز يفهم الجواز ده هو جواز الأميرة للإيه؟ للبطل هي تخليها إنت تخليها أميرة فهو فهي تخليك بطل هيقولوني مين اللي يبتدي هي تخليه بطل فهو يخليها أميرة لا أنت واجب عليكم أنتو الاتنين أن أنتو تعملوا ده تخليه بطل وهو يخليك أميرة معززة مكرمة ست الستات لو ما حصلش ده لنت أيم بما أمرك بيه حضرة النبي ولنت أيم بما أمرك بيه حضرة النبي ولاحظ إن حتى في اختيار الزواج اللي اتنين فيهم نفس المعنى حضرة النبي قال فاذفر بذات الدين تربت يدك إيه هو الدين بقى؟ قال من جاءكم من ترضون دينه فزوجوه من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه يبقى هما الاتنين كده الاتنين لازم يمارسوا الأخلاق مع بعض في البيت ما يجيش كل واحد فيه ويمارس مساوئ الأخلاق وبعدين يقول هو الجواز فيه إيه؟ يبقى تعالوا نتفق نخلي كده في دماغنا مفهوم جديد الجواز مولود يولد بعقد الجواز الجواز مولود جديد يولد لما ندخل مع بعض ونفضل في بيت واحد المولود ده محتاج مننا إيه؟ محتاج إن احنا نقطع حبر السر ونسميه إسم وبعد ما نسميه إسم نعمل إيه؟ نشيل الأزم من عليه ويدخل في وقت الرضاع ويدخل كمان في وقت التربية إحنا الاتنين عايزين نتربها مع بعض خلي بالكم الجواز برضو بيمر مراحل منها مرحلة إيه؟ التعارف إن كل واحد فينا بيبين أجمل ما فيه وبعد كده إيه يحصل؟ يحصل مرحلة كده بيسموها مرحلة الصدام وبعد كده إيه يوصل مرحلة النطج بقى مرحلة النطج والتطبيع وكل واحد يعرف مكانت التاني ويعرف إزاي يخرج أحسن ما فيه